السلام عليكم التي ستكون بإذن الله على مستوى هذا الواقع الافتراضي حول التعليم الإلكتروني في استمرارية التكوين والتعليم في ظل مختلف الأزمات والتي تأتي في هذه الظروف التي يعرفها العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص وهذه الإشكالية التي طرحت بقوة على مستوى الأسرة الجامعية من خلال محاولة إيجاد أرقوة وأسليب لاستكمال التكوين والتعليم عن بعد نتمنى إن شاء الله أن تكون المداخلات التي ستكون على مدار هذه الساعات في هذه الندوة إضافة كبيرة وإن شاء الله في طياتها نجد بعض الإجابات على تساؤلات مختلفة وأيضا إن شاء الله في زبدتها نجد الترحات لعل لعلها تكون يعني منارا وفيها إفادة بالمسؤولين وأصحاب القرار أكيد بدون إضالة نمنح الكلمة للبروفيسور بوبا ترعب الحق رئيس الجامعة خلية تنفذ بالمشكور شكراً أستاذ قيدي أولاً أكد لي أن الصوت أني مسموع ممتاز ممتاز إذن رمضان كريم لجميع الحضور إنها بداية نشرف عظيم لجامعة برج باراريش أنها تحتضن أول ندوة وطنية حول التعليم عن بعد خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي نحن بصدد التعلم منها ومساهمة جامعة برج باراريش كانت من البداية من بداية الأزمة في عدة أشكال والآن احنا مثلاً انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي عن التعليم عن بعد وفي هذا الإطار أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا اللقاء ليه نجح لحد السعرها نجح بانتياز وهذه البادرة الأولى في الجامعات الجزائرية مما مستقبلاً يعطي التمييز لجامعتنا في جميع المجالات ونجد سعيد بهذه المبادرة من كل الأساتذات كلية الاقتصاد وكذلك من كل المساهمين من مختلف الكلية على مستوى الجامعة بالنسبة خصوصاً لأنه الآن على مستوى الجامعة العالمية والجامعة الجزائرية اللقاش ضائر حول التعليم عن بعد وهو موضوع هذا اللقاء الافتراضي وإن كان هو في الحقيقة لقاء حقيقي موش غير افتراضي يعني ماش أمور قل المفتعلة لأننا الآن أنا أمام لطاقات ممكن فقط الاختلاف أنه بالنسبة للمكان أنه كل واحد من الموقع انتاعه رح يدير التدخل أنا في الموضوع هذا أي التعليم عن بعد كانت لي كذلك مساهمات كثيرة يعني في الماضي ممكن الوقت ما يسمحش أني نسرتها في هذا المقام لكن فقط نعود أن نأكد أن الجامعة الجزائرية أو جامعة بورش بوراريش بالأخص مطالبة مستقبلا أنها تنتقل إلى هذا مرحلة نسميها مرحلة التعليم المستدام والتعليم سواء عن بعد أو التعليم الموجه كذلك لطلبة خصوصا في حالة الأزمات هذه أو حتى في الحالات الطبيعية لأنه كذلك ممكن نحن نحتاج التعليم عن بعد في الحالات الطبيعية وين نقدر نحن مستقبلا ممكن إذا كنا راح ننواجه مشاكل من ناحية هيكل الاستقبال أو كذلك من ناحية التعطير ممكن التعليم عن بعد راح يكون يجيب بعد جديد وإضافة جديدة بالنسبة لنا للتعليم والآن مستقبلا ما بعد هذه الندواء أنا نتمنى أن نعطيه اهتمام كبير للتعليم ونعطيه كذلك اهتمام كبير اللي أنا نسميه كان عندي وكنت بقياس ندرسه هو الهندسة البيضاغوجية الهندسة البيضاغوجية اللي هي بالأساس فيها بالأساس خمس مراحل ممكن ننزدرها بسردها هنا بسرعة أنا سميتها هو واحد النموذج يسميوه الموديل قادي ممكن بالعربية نسميوه أنا قدرت هكذا ترجمة لي ونصباح جاي قال نسميوه خمسة تاة تاة خمسة تاة ممكن مرحلة التحليل ممكن مرحلة قادي معنى تعالى نانديس ممكن مرحلة ثانية مرحلة التصميم الثانية وممكن التالثة هي تأثير تأثير أو التكوين أو التأسيس وممكن بعد مرحلة التأكيد ونحن ندير الإنجازات ومرحلة التقييم هي خمس مراحل بممكن مستقبلا في إطار الهندسة البيداغوجية راح نخذ بعيد الاعتبار كل هذا النوع من التعليم الجديد هذه النوعية الجديدة لأنه الآن فيه تعليم عن بعد مثلا وفيه كذلك قبل بجامعة برج بارج الأسبوع الأسبوعين اللي فات ودارت مساهمة كذلك بمخابر افتراضية هو وين ممكن الطالب عن بعد أنه يقدر يجري التعليمات أو يجري يدخل لمخبر افتراضي وعلى أساسه ممكن يؤدي الأعمال التطبيقية إذن التعليم عن بعد عنده مستقبل كبير خصوصا بتوفر التكنولوجيات الحديثة اللي الآن رأي تعطينا بعد جديد ولابد من تفكير جديد لريح نرتقي ممكن بهذا التعليم إلى تعليم جيد ذو جودة وأنا نسميه تعليم مستدام يعني مع الوقت يبقى عنده وهذا التعليم عن بعد يسمح كذلك لجميع المتدخلين من أي مكان سواء من داخل الجزائر أو من إذن راح نحن ننتقل الآن من مرحلة هذا التعليم المحلي إلى التعليم الدولي أو العالمي إذن أتمنى النجاح كل النجاح لملتقاكم هذا وأعيد الشكر لكل من شارك سواء من المخابر أو كلية أو الشريك معنا السيديو وهذا الذي أدى هذا العمل الرائع للجبار الممتاز إن شاء الله مستقبلا هذه بداية أولى ممكن مستقبلا راح نزيد ونعطيهم لها دفعة وتطوير كبير وممكن راح تفيد سواء التعليم عن بعد سواء في الملتقيات أو كذلك نستخدم الفرصة مدام أنه الحوار راح يكون مفتوح حول التعليم عن بعد خصوصا في هذه الأزمة لأنه الآن راح نشوف في نقاشات كبيرة في الأسرة الجامعية بشكل عام ما بين أساتذة وطلبة نتمنى هذا التجربة راح تكون مساهمة راح تكون إضافة وتعطي رؤية جديدة لإمكانيات الجديدة المتاحة بالتكنولوجية الجديدة وشكرا جزيل واتمنى لكم التوفيق وارك الله فيكم شكرا 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 أعتقد أنه أستاذ خميسي عنده ممكن مشكل لأنترنت شكرا 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 سيدي سيد بروفيسور بوغطر عبد حق رئيس الجامعة أنا بدوري قبل أن أحيي الكلمة لأستاذ زنكري عامل الكلية رئيس الندوى أود أن أقدم شكر خاص وخاص جدا الأستاذ أبو سجية صاحبة مؤسسة سافاري ستوديو على كل ما قدمته يعني من خدمات جليلة من أجل إنجاح إن شاء الله إنجاح هذه الندوى مباشرة أحيي الكلمة للسيد راميذ كلية رئيس الندوى دكتور ميلاد زنكري فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم وصحب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني بداية رمضان مبارك يعني لكل المتواجدين معنا في هذه القاعة الافتراضية نرحب جميع المتواجدين معنا يعني بداية بالشكر الكبير لكل القائمين على هذه الندوى يعني 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 وناني واكبت تحذيرات اللي قاموا بها والجهد اللي بدلوه يعني قبل ما وصلنا للمرحلة هذه رهيكين يومين قبلها كانت عبارة عن محاكات عبارة عن محاولة التجريب وذلك لتجنب أي أخطاء والإخراج الندوى بأحسن حلاء بداية بالمخبر المشرف على هذه الندوى وعلى رأسه الدكتورة أمال شوتري اللجنة القائمة على هذه الندوى الأستاذ بن ثامر كذلك للأستاذتين ليلة شيخي والأستاذ ساجدة بوست وكل من ساهم ولما أذكر أسموه هنا لداية المبادرة تستحق التثمين وتستحق الإشاداء وذلك لمنوع من الاعتبارات أولتها أن المبادرة جاءت في وقتها باعتبارها واكبت الظروف التي تمر بها الجامعة الجزائرية وباعتبار كذلك الموضوع مطروح الآن للنقاش التعليم الإلكتروني كيف يكون كيف يمكن تثمينه كيف يمكن الاستفادة منه كيف يمكن دمج ضرقنا في هذا التعليم كيف أنه يحقق أهدافه إلى غير ذلك من المواضيع الندوة انطلاقاً انطلاقاً على هذه المبادرة لأنه فقط هناك ملاحظة بعض الأساتذات تواصلوا معي وعندما كانت دور أسئلة حول الندوة الافترابية هذه لنبدأ نحن اليوم يبدأ نقل مباشر على الفيسبوك ممكن أساتذة أخرى يعني حتى يعني معظم نظن معظم المشاركين معنا ما كانوش منزلين تطبيقات هذه اللي نستعملها في التعليم الإلكتروني على الأجهزة المحمولة ولا على الجهاز تهم اليوم نزلناها ودينا نستفادو وجدد الشكر يعني لكل من ساهم وأسهم بتقديم هذه الندوة وإنجاحها الأستاذ الخميسي رئيس المبنى رئيس الجلسة وبذلك الله فيه بكبركة نشكر سيدة العميد على الكلمة في هذه الندوة أنا فقط أنشط للمدخل رئيس الجلسة الأستاذ الشيخ سأحذي هذه الكلمة مباشرة بعد كلمة الأستاذ شكري يعني أوضيف على ما قال سيدة العميد أنه نحن عندما نطرح يعني إشكاليات أو تساؤلات أو مشكلات بعض مثل هذه نحاول أن نكون يعني ذلك المنبر العلمي الذي ممكن يضيف ولولبنا مهما كانت قيمتها لكن نحاول أن نكون إيجابيين ونضيف لبنا في ما يقوم به غيرنا من أبحاث ومجهودات في هذا المجال وخاصة أنه حقيقة المسؤولين على القطاع التعليم العالي يعني يحاولون بقوة وإيجاد آليات فعالة وفي المدى يعني القريب جدا من أجل يعني تجاوز تداعيات هذه الأزمة أزمة يعني كورونا على مختلف مجالات في القطاع التعليم العالي سواء التكوين سواء البحث العلمي إلى غير ذلك يعني بدون إطالة يعني أحيل الكلمة كما يقول ضرة هذه الندوة وصاحبة الفكرة الرئيسية فيها والتي انطلقت من خلالها فكرة تنظيم الندوة مديرة مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية الجزائر البروفيسور دكتور شو تري ما تتفض مشكور شكرا الصوت ليلى ممتاز على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بالفضور الكريم كلهم باسمه وكل من موقعه رمضانكم كريم وبعد يقول المولى عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم تؤكد الآية الكريمة مرة أخرى أن تعقيدات الحياة استقبلا ستكون أعظمة بكثير مما نتوقع ففي الوقت الذي كنا نظن بأن الإنسان حقق الفتوحات المعرفية والتكنولوجية تقر الآية الكريمة بأن كل ذلك نقطة من بحر ولم يؤتى هذا الإنسان إلا القليل من العلم ومن هنا نطرح مسألة الاستعداد للمستقبل من جديد لسيما بالنسبة لنا كذوة نامية تتحسس طريقها نحو التبوق في عالم لا يرحم ولقد كشف كوفيد-19 ضعف البشر وقساوة من يملك مفاتيح العلم والتطور أكمل لأقول الأفكار المتميزة في وطني متناثرة هنا وهناك وتحتاج فقط لمن يلتقطها ويحولها إلى منتج راقب فإخواننا وفلذات وأكبادنا في المهجر يصنعون أيضا المعجزات المعرفية والتكنولوجية في الحقيقة أعزائي كانت فكرة الندوة نتاج دردشة عابرة مع الأستاذ المتميز بن ثامر كلتوم رئيس اللجنة التنظيمية للأدوة الافتراضية الأولى للتاريخ انطلاقا من اهتماماتنا البحثية المشتركة ولو من زوايا مختلفة لكن الهم واحد وهو محاولة إخراج الجامعة الجزائرية من عزلتها والولوج بها في عالم افتراضي نتمنى أن يجسد ما عجز عنه العالم الحقيقي الفكرة ثمنتها الكلية ممثلة في شخص العميد الدكتور زينكري ميلود وتبنتها الجامعة ممثلة في شخص البروفيسور عبدالحق بو بطرة كأول ندوة افتراضية وطنية في تاريخ الجامعة العلامة محمد البشير إبراهيم وتجسدت كإشكالية وتطبيق تقني من خلال الجهود المتميزة دائما لكل من رئيس اللجنة العلمية قيدي خميسي والأستاذة ليلة شيخة من جامعة باسنة واحد والأستاذة بوسنة ساجية المختصة من الجزائر العاصمة ونعيش الآن واقع الندوة بكل تفاصيلها العلمية والبحثية والتقنية متمنينا التوفيق للجميع خاصة المشاركين معنا بأبحاثهم من جامعاتنا الوطنية والجدير بالذكر هنا أنه حتى من باحثين بعض الباحثين من جامعات ومراكز أبحاث دولية أبدو الكثير من الاهتمام للمشاركة وإن شاء الله ومن هذا المنبر نعيد من أننا سنحاول تقديم نشاط افتراضي دولي قريباً بإذن الله فقد فتحت هذه الندوة شهيتنا الشكر ميصول أيضاً لكل أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية على جهودهم وهنا طبعاً أخص بالذكر طالبة الدكتورة لبنى ناصر عضوة بمخبرنا التي حضرت لكم فيديو يعرف بأهم نشاطات المخبر ولكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح الدورة ولو بدعوة رمضانية مستجابة إن شاء الله وبدون أن ننسى جمهورنا الافتراضي المميز ونعتدر منه إن خانتنا بدايات التجربة وتحديات الإنترنت مشاركة موفقة للجميع بوريكتم وحفظكم الله الأستاذ الشوتري مديرة مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة بالتوفيق للكل شكرا إذن الأستاذ خميسي غير موجود سوف أستلم الكلمة أولا أشكر رئيس الجامعة الفاضل وعميد الكلية الفاضل ورئيس المخبر الفاضلة على كلماتهم التي فتحت شاهيتنا دكتورة شوتري بقي ربع ساعة على بداية الجلسة يعني ماذا تفضلين أن نبدأ مباشرة أم نترك فاصل تقديم الفيديو يعرف بنشاطات المخبر إن أمكن حسنا وهو من إنجاز طالبة الدكتورة لبناء ناصر عضوة بمخبر البحث والفرقة الثالثة أوكي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 في البداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالتالي اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 قيز tava اشتركوا في القناة الجنية Et nous terminons notre présentation par une conclusion et des perspectives. Comme vous le savez tous, dans Models, la plupart d'entre nous utilisent Models comme Platform. Il est possible d'intégrer différents types de supports pédagogiques multimédia, à savoir des images, du son et de la vidéo. A noter bien que les recherches ont montré que les supports multimédia permettent d'attirer l'attention de l'apprenant et de motiver ses capacités de compréhension et d'interprétation. Donc, pour exposer un cours, ce n'est pas la même chose de donner du texte ou bien de donner des supports multimédia. Donc, c'est quoi une vidéo e-learning? Une vidéo e-learning est une vidéo courte, traitant un point, une notion ou un thème dans le cours, des démonstrations sur la façon d'effectuer une tâche. Donc, une vidéo courte, traitant un point dans le cours. Vous avez le choix entre, par exemple, prendre une caméra et faire un enregistrement. Exposer un sujet via l'hôpital. Commenter une présentation PowerPoint en insurant la voix et enregistrer l'écran et sa voix tout en restant invisibles. Donc, dans notre cas, on a opté pour la quatrième modalité, qui est l'enregistrement d'un écran et la voix tout en restant invisibles. A noter bien aussi que la vidéo est l'un des supports pédagogiques en ligne les plus populaires, en particulier chez les jeunes générations. Comme vous pouvez constater, par exemple, on ne trouve pas des jeunes qui regardent ma YouTube. Alors, pourquoi ne pas exploiter cette propriété en insérant des vidéos dans notre cours? A noter que dans un cours à distance, il est vraiment primordial et important d'ajouter des vidéos, car c'est la clé de réussite de votre cours. Donc, parce que une vidéo facilite la compréhension des points importants dans le cours. Ce n'est pas la même chose de voir un enseignant qui explique ou bien de lire un PDF. Ainsi, la vidéo peut être stoppée, reprise et regardée plusieurs fois, ce qui collabore avec la notion de rythme dans le cours à distance. Ainsi, la vidéo est accessible depuis n'importe quel appareil, à savoir des ordinateurs, des smartphones, des tablettes. Donc, alors, pourquoi ne pas exploiter davantage cette propriété afin d'ajouter de l'interactivité à vos cours en ligne? Dans la plupart des cas, si vous regardez des cours en ligne, la plupart sont des cours figés, ce qui veut dire juste du texte, des PDF, des fichiers Word. On trouve rarement des vidéos. Donc, pourquoi ne pas intégrer des vidéos? Donc, autrefois, la création des vidéos e-learning n'est pas un très virage vis-à-vis aux professionnels. Ça veut dire quoi? Maintenant, il suffit d'avoir un ordinateur ou bien un smartphone ou bien une tablette, c'est simple de créer une vidéo. Parce qu'on a un développement de logiciels vraiment élevé. Il y a des logiciels qui existent sur Internet gratuits. Vous pouvez héberger vos vidéos n'importe où. Et pourquoi ne pas exploiter la propriété que la plupart de nos étudiants étudient sur YouTube? Donc, il faut essayer de proposer une démarche afin de créer des vidéos. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez deux cas. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui existent. Donc, vous pouvez récupérer la vidéo et l'insérer dans votre cours. Vous avez la deuxième méthode qui consiste à créer votre propre vidéo et l'héberger et l'intégrer dans votre cours. Bon, on a deux propositions. Mais, comme vous le savez tous, rien ne peut remplacer la création des vidéos pédagogiques personnelles qui sont conformes à nos objectifs du cours et à notre contenu du cours aussi. Donc, alors, la question qui se pose, c'est comment créer une vidéo et l'earning et la mettre en ligne. Donc, pour cela, nous avons proposé trois étapes. On a la planification, la production et la diffusion. L'une des étapes les plus importantes de ça, c'est la planification, car elle consiste d'établir un plan détaillé de ce que vous allez apporter à vos apprenants, ce que veut dire vos étudiants. La première étape de planification consiste à définir les objectifs. C'est-à-dire, à travers de cette vidéo, je vais résoudre quels problèmes. Je vais expliquer quels points. Donc, à titre d'exemple, mon objectif, c'est de permettre aux étudiants de mettre en forme un document Word. C'est la première étape. La deuxième étape de la planification consiste à analyser le public cible. Parce que proposer une vidéo pour des étudiants de première année, ou bien de master, ou bien des doctorants, ou bien des enseignants aussi, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que je vais aller directement au but ? Ou bien je dois introduire quelques notions préliminaires ? Donc, il faut analyser le public cible de la vidéo. Le troisième point consiste à la recherche d'informations, afin d'être en mesure de cerner le sujet en question et d'avoir encore plus de détails. La quatrième étape, c'est l'étape la plus importante de la planification, c'est la scénarisation. Pourquoi la scénarisation est importante ? Parce qu'un scénario pédagogique expose de manière précise la succession d'étapes, qui va vous permettre d'achever des objectifs pédagogiques. Un tel scénario décrit ce qui sera vu, qui sera entendu par les étudiants à l'écran, et qui va vous permettre d'atteindre les objectifs. Donc, il faut établir un scénario sur le déroulement de la vidéo, étape par étape. Ça, je vais dire ça, je vais écrire ça, je vais me permettre ça. Et encore plus, proposer des exemples d'illustrations et des éléments visuels. Donc, la scénarisation, elle est vraiment importante. La deuxième étape, c'est une étape purement informatique, ce qu'on appelle la production. C'est une étape purement informatique qui consiste à utiliser le logiciel adéquat afin de mettre en image votre vidéo. Donc, à noter, si votre planification est stricturée et cohérente, la phase de production, ça va être vraiment facile. Parce que si vous avez déjà élaboré votre scénario pédagogique, donc la création de la vidéo, ça va être un truc purement informatique. Donc, ça va être simple. L'étape de production, on a divisé notre étape de production à trois étapes, trois processus plutôt. Tournage, montage et encodage. Donc, le tournage consiste à capturer l'écran et l'enregistrer. Comme la plupart des vidéos qui existent sur YouTube, on peut utiliser plusieurs logiciels. OBS Studio, Is it Vite, Camtasia, Ice Cream Screen Recorder, il y en a d'autres. Il y a qui sont gratuits, il y a qui sont payants. Donc, à noter dans cette étape, il est vraiment important de visionner la vidéo capturée. Dans le but, c'est de détecter des éventuelles anomalies. Parce que dans certains cas, on enregistre des vidéos et on ne vérifie pas après. Des fois, il y a des anomalies. Donc, il faut visionner encore une fois la vidéo. Deuxième étape de production, c'est le montage. Le montage consiste à manipuler et à réorganiser les séquences de vidéos pour créer une nouvelle vidéo. Ça se peut que j'ai créé, j'ai enregistré trois vidéos. Je vais les combiner, je vais créer des génériques, je vais ajouter des sous-titres, je vais ralentir des parties, je vais supprimer des séquences. Pour faire cela, nous avons plusieurs logiciels. On peut dire, on peut citer Open Shoes, FileMora, OBS Video Editor. La dernière étape de production, c'est l'encodage. L'encodage consiste à l'enregistrement de la vidéo selon un format afin d'assurer qu'elle sera lue sur tous les appareils. Donc, l'enregistrement de la vidéo doit être compatible avec n'importe quel appareil, que ce soit un ordinateur, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette. A noter que, lorsque vous enregistrez votre vidéo, il faut s'assurer que le format d'enregistrement est impeccable, car c'est le format de diffusion sur Internet. La dernière étape, c'est la diffusion. La diffusion consiste à publier votre vidéo sur Internet afin qu'elle soit visualisée par vos apprenants. En tant qu'enseignant, vous pouvez se poser la question où je vais m'héberger ma vidéo, c'est-à-dire où il y a la vidéo. En tant qu'enseignant, toujours, vous avez deux cas. Anna, le serveur d'université, la plateforme Model. Le problème qui se pose, c'est que la taille des vidéos, généralement, elle est vraiment élevée. 50, 60, 100, 200 mégas. Et le serveur d'université, par exemple, dans notre cas de l'université Cetive2, permet seulement de charger des fichiers qui ne dépassent pas les 2 mégas. Alors là, on ne retrouve pas des vidéos de 2 mégas. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est de créer une chaîne YouTube. C'est vraiment très simple. Tant que vous avez un compte Gmail, automatiquement, vous pouvez créer une chaîne YouTube. Ensuite, vous allez poster des vidéos sous forme, c'est la même manière lorsque vous envoyez une pièce jointe dans un email. C'est presque la même chose. Ensuite, vous allez créer un lien et vous allez incorporer directement vos vidéos, que ce soit dans des livres, dans des pages, et qu'elles soient visualisées par tous vos apprenants. C'est bien de proposer des vidéos, de créer des vidéos, etc., etc., etc. Mais, tant qu'il s'agit d'un outil ou bien d'un support pédagogique, il faut respecter aussi quelques contraintes pédagogiques, afin de donner le max de ces vidéos. Première des choses, il faut toujours créer des vidéos pédagogiques courtes. Docteur Meldi, s'il vous plaît, votre temps c'est cool. Je vais vous octroyer un privilège, parce qu'on a commencé un peu tôt. Je vous donne trois minutes supplémentaires, mais un délai imparti, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, la solution, c'est de créer des vidéos courtes, maximum six minutes. Et si vous avez besoin de plus de temps, il faut diviser votre contenu en plusieurs vidéos plus courtes. Le deuxième point, il faut toujours parler vite et exprimer votre enthousiasme dans la vidéo. Mais, en même temps, il faut éviter que les étudiants ralentissent la vidéo, afin de la visionner clairement. Le troisième point, c'est éviter de créer un état de surcharge cognitif. C'est éviter de présenter beaucoup d'informations à la fois, parce que beaucoup d'informations tuent l'information. Pour conclure, nous avons exposé la vidéo e-learning. Nous avons exposé les trois étapes, qui sont la planification, la production et la diffusion. Nous avons ainsi exposé les contraintes pédagogiques liées à ce support. Comme perspective, nous envisagerons étudier l'impact et l'apport de l'incorporation des vidéos pédagogiques permettant de guider les enseignants à créer et éditer leurs espaces de cours dans la plateforme modèle de l'Université de City 2. Parce que, dans notre cellule de télé-enseignement de l'Université de City 2, nous avons proposé des vidéos, etc., dans ce sens. Et nous allons étudier l'impact de l'incorporation de ces vidéos dans le processus d'apprentissage. Par ceci, je termine et je remercie la présidente. Merci beaucoup. Merci, Dr. Mehdi, pour votre présentation aussi consistante que pertinente. Parce que vous avez abordé un sujet très, très important. Merci beaucoup. Merci. 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 . Merci. . 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 , . 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 المجال الزمني كان حوالي عشر أيام. بالنسبة لأداة البحث كانت عبارة عن الاستبيان الإلكتروني الذي تم إنسانه عن طريق البريد الإلكتروني. بالنسبة لأي نصف البحث تمثلت في مجموعة من الأساتذة بثلاث جامعات المذكورة آنفا وكان مجموعهم 47 أستاذ. بالنسبة للتعليم الإلكتروني من وجهة نظر الأساتذة الجامعيين. أولا التعليم الإلكتروني هو أحد المفاهيم الحديثة في مجال التعليم العالي. نجد أن 72% من الأساتذة موافقين على هذا المظم. ثانيا التعليم الإلكتروني يحقق نسبة استعاب أكبر من التعليم التقليدي. نجد أن نسبة 80% من الأساتذة غير موافقين. ثانيا التعليم الإلكتروني لا يحتاج إلى إنكانيات مدية مثل التعليم التقليدي. نجد أن 82% موافقين على هذا الرأي. رابعا معظم الأساتذة يتقنون وضع الدروس والمحاضرات على روابط التعليم الإلكتروني. نجد أن 72% من الأساتذة غير موافقين. خامسا يواجه الأساتذة عددا من الصعوبات في التعليم الإلكتروني المتزامن مع الطلبة. فعلا نجد 78% من الأساتذة. سادسا يساهم التعليم الإلكتروني في إدارة الأزامات الصحية والسياسية في الجزائر. نجد 48% من الأساتذة موافقين. بالنسبة لي استعمالات منصة مودل في ظن أزمة كوفيد 19. لدينا 66% من الأساتذة يستعملون المنصة أسبوعيا. 49% من الأساتذة يستعملون المنصة لإعداد المحاضرات لغض النظار عن الأنشطاء الأخرى. 51% من الأساتذة لديهم مهارات في استعمال منصة مودل. 83% من الأساتذة لم يستعملوا منصة مودل قبل الأزمة. 77% من الأساتذة تلقوا تكوينا قبليا حول استعمال منصة مودل. 72% من الأساتذة يتلقون استفسارات من طرف الطلبة حول استعمال المنصة. 71% من الأساتذة تصرحون بأن المنصة ساهمت بشكل كبير في إتمام دروس السوداس الثاني للموسم الجامعي الحالي. 72% من الأساتذة تحقيق الماكلة للأساتذة تلقوا بتحقيق تحقيق التواصل العلمي بين الأساتذة والباحثين وتوفير الوقت والجهد. 73% من الأساتذة بوادع الدروس على المنصة. تخوفاً من السرقات العلمية لطلب الطالب عن الطلاع شبه كلين الذاهتين على الدروس والمحاضرات وتحليلها وجود مجموعة من الصعوبات في ودع المحاضرات والدروس من قبل الأساتذة المستعملين ضرورة تكوين الأساتذة الجدد حول طرح استعمال منصات التعليم الإلكتروني تعزيز وتطوير الجهود لاستمرارية التعليم الجامعي للسانة الجامعية الجارية لذلك توصي هذه الدراسة بضرورة إعطاء اهتمام أكبر للتعليم الإلكتروني باعتباره أحد آليات إدارة الأزمات بالجامعات الجزائرية توفير كل الإمكانيات النازمة لإنجاح التعليم الإلكتروني باعتباره مصدراً للبحث العلمي تكوين الأساتذة في مجال التعليم الإلكتروني واستعمال المنصات التعليمية تخصيص مواد مالية تكفي لتغطية كل مستحقات التعليم الإلكتروني تنظيم المزيد من التظاهرات العلمية حول موضوع التعليم الإلكتروني تخصيص مقاهيس علمية لدراسة تخصص أفقنا بالجامعات الجزائرية وبالأخير نتقدم لكم بجزيلة الشكر والتقدم إذن نحن نشكرك الدكتورة ناجات على احترامك للوقت المخصص لمداخلتك إذن تصب مداخلة الدكتورة إلى رصد اتجاهات الحديثة نحو تبني التعليم عن بعد من طرف الجامعة الجزائرية بنيت دراسة الدكتورة المحترمة على استبيان وزع في ثلاث جامعات بات نقص نطينة بسكرة وقد تحصلت على 47 إجابة إذن من أهم النتائج التي توصلت لها الدكتورة أن 72% من الأساتذة موافقون على أهمية هذا النوع من التعليم بينما نجد أن 80% يعتقدون أنهم وجدوا صعوبات في التواصل التزامن مع الطلبة وقد قدمت العديد من التوصيات العملية دون إطالة ننتقل إلى المتدخل الثالث وأدعو الدكتور بيلال جعفري أو الدكتور صلاح الدين شبلي للإدلاء بيدلويه إن كان موجوداً الدكتور صلاح الدين شبلي الدكتور خميسي صلاح الدين شبلي غير موجود ننتقل إلى المتدخل الذي بعده ندعو الدكتور بالقاسم بالقاضي والدكتورة خديجة هاجر دويدي موجود أعتقد أن المتدخلين غائبان ندعو الدكتور حجة الله شاوش المركز الجامعي مرسلي عبدالله تيببازا الدكتور موجود نعم أستاذ لكن تقدر أعطي له الكلمة أستاذ ساجية أعطي له الصوت أستاذ ساجية أستاذ شاوشا أستاذ ليلا عندك لعمان باش تمتديله الاسم معامل الشايفال الاسم شاوش حوجة في الأسفل أستاذ شاوش هكذا لا لا أستاذ شاوشا أنا أقول أن أستاذ شاوش حوجة هلكم نعم أعطي له الصوت أنا أعطيت له الصوت بالصحة ما هوش يمشي أعتقد أنه ما هوش مقابل الشاوشا أو معانا أستاذ شاوشا أستاذ شاوشا في انتظار تلحاق الأستاذ شاوشا أنا أود أن أقتنم الفرصة بالترحيب بالسيد ساتور نائب مدير الجامعة المكلف بالطورة الثالث والبحث العلمي والأستاذ داداش دراجي نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا هم معنا في هذه الندوة الافتراضية ومشكورون جدا إلى جانب السيد مدير الجامعة المحترم الذي يتابع حيثيات هذه الندوة بكثير من الحرص والاهتمام أستاذ شاوشا إذن أستاذ شاوشا أعتقد عنده مشكل في الصوت لأنه موجود أعتقدي راهو شارك معنا لكرون نعم أستاذ شاوشا إذا كنت سمع فينا رانا نشوفه في البيرو تعلق المتضل الصوت مهوش واضح دكتور الصوت راهو خافي جدا السلام عليكم وعليكم السلام اذا أمكن لك أن تقدر تزيد ترفع الصوت شوية دكتور تفضلوا ونجربوا تفضل دكتور السلام عليكم وعليكم السلام تفضل دكتور تفضل تفضل دكتور نحن نتظر في العرض دكتور افتح العرض تفضلك افتح العرض تفضلك افتح ديابوتعك رانا نشوفه غرف لتيتر دكتور اذا أمكن اذا أمكن تجهز روحك يعني بهدوء والأستاذة رئيس الجلسة تمر يعني المتدخل آخر ونتجي بعد مباشرة اذا اذا سمحت الدكتور جهز روحك جهز روحك منيح ونمر يعني نعيده نرجع اذا أستاذ من فضلك توقف توقف شارين ونحن نروح للمتدخل اللي بعدو سادة سادة ساجية توقف سادة ساجية غلقه وبرك الله يحبه شكرا ننتقل المتدخل اللي بعدو دكتور فايسل بن بن حمد مو جود مو جود تفضل دكتور فايسل مو داخل دكتور فايسل هي بعنوان لإشانج virtuel une solution de formation à distance مثل دكتور 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 فايسل شكرا شكرا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان سعيد جميع تقبل الله من نوم سيام وطيام دكتور 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 اليوم اليوم. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma communication qui s'intitule l'échange virtuel, une solution alternative pour la continuité de la formation pendant la crise en cas du projet de télécollaboration entre les étudiants de traduction de Portland University des États-Unis et les étudiants d'anglais de l'Université de Bortbury. Sachant que ma partenaire Lina Jumaat de l'Université de Portland University va présenter sa part sous forme de vidéo. Donc, pour l'introduction, je vais passer rapidement. Pour passer rapidement, je vais présenter premièrement le projet. Ce projet, c'est entre les deux universités, Béchir Ibrahim et Portland University. Les étudiants concernés ont besoin bien sûr d'utiliser plusieurs outils numériques afin de pouvoir participer efficacement à des échanges synchrones et asynchrones. Parmi ces outils, nous pouvons citer l'outil collaboratif Voicester, c'est un outil non connu en Algérie et également Zoom ainsi que d'autres outils. Pour cette raison, nous avions besoin de vérifier la formation des étudiants dans ce domaine. Notre problématique est la formation offerte par notre université a-t-elle permis de former les étudiants dans le domaine de TIS ? Deuxième question. Les connaissances acquises par les étudiants sont-elles réellement praticables ? Troisième question. Les étudiants ont-ils vraiment besoin d'une formation pour pouvoir faire des échanges à distance ? Première partie, je vais donner une brève définition de la notion de télécollaboration ou bien un échange virtuel. C'est selon Diraj et Misonio, la télécollaboration consiste en des échanges en ligne entre individus de diverses langues et cultures. Et je souligne ici le mot « culture » parce que c'est très important, « qui apprennent une langue ». Deuxième définition, c'est une activité structurée qui se réalise à distance, autrement dit une manière d'enseigner extrêmement flexible, qui aide les étudiants à développer des compétences sociales académiques et langagières. Notre communication est divisée sur deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer les objectifs de ce projet télécollaboratif. Il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, les objectifs linguistiques, développement des compétences orales écrites, les quatre compétences de base, compréhension, production orale, compréhension, production écrite, avec des locuteurs natifs, des native speakers. Développement de la compétence de médiation. La médiation, cette compétence concerne, bien sûr, le travail de traduction et d'interprétation. Il y a également d'autres objectifs culturels. C'est l'installation et le développement de la compétence culturelle et interculturelle par des échanges avec des natifs. L'élimination des représentations négatives et des stéréotypes. Les stéréotypes, en arabe, c'est « souar namadiyah ». Autre objectif, c'est que les objectifs transversaux, c'est le développement des compétences transversales, le travail de groupe, de négociation, prise de décision, coopération, collaboration. Parce que les deux groupes, américains et algériens, vont, vers la fin de cet échange, faire un projet ou bien élaborer un projet en commun. Deuxième partie, la mise en œuvre d'un projet d'échange virtuel. Il y a mentionné ici que le premier contact entre nous et l'enseigneur des États-Unis, c'est fait à travers la plateforme européenne. C'est une collaboration, c'est une plateforme européenne au service des échanges interculturels en ligne. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie, la phase de préparation. Nous avons élaboré un questionnaire pour tester la compétence et les connaissances des étudiants dans le domaine des TIS, ou bien la maîtrise des outils numériques pour pouvoir faire cet échange. Cet questionnaire est destiné aux étudiants de troisième année spécialité anglaise de l'Université Mohamed Bachel-Ibrahimi, en nombre de 20 étudiants. Cette idée sur la fois, l'objectif de ce questionnaire, c'est pour avoir une idée sur la formation des étudiants dans le domaine des TIS, c'est pour avoir une idée, on s'est bien clair, sur leur connaissance acquise dans ce domaine, et pour avoir finalement une idée sur leurs besoins en formation. Les résultats de ce questionnaire, les étudiants étaient bien sûr au nombre de 20, normalement c'est 4 masculins, 4 garçons et 16 filles. Pour la première question, qui concerne le contenu du module TIS, le module TIS c'est bien sûr enseigné normalement en deuxième année, en licence, en deuxième année licence. Bon, pour la question qui concerne le contenu du module, 51% de la règle qui n'ont rien vu ou bien n'ont rien acquis dans ce module, 12% ont déclaré que le module était sous forme d'une initiation à l'utilisation de l'ordinateur, et 37% Word et PowerPoint. Phase A, pardon, évaluation du contenu du module. La plupart des étudiants, 75% des étudiants ont déclaré que le contenu du module de TIS en deuxième année licence était insuffisant. 25% voient que ce contenu était suffisant pour l'évaluation des compétences des étudiants dans le domaine des TIS. 35% ont déclaré que leur niveau est satisfaisant. 25% faible, 15% très bon, 25% insuffisant. Et vous pouvez voir le commentaire de ces résultats, juste en bas. Pour la formation, bien sûr, la majorité, pour la question qui concerne, avez-vous essayé d'améliorer votre niveau dans le domaine des TIS? 55% ont dit non, ils n'ont fait aucun effort pour essayer d'améliorer leur niveau. 45% ont essayé d'améliorer, mais par des formations dans le domaine de Word, Excel et PowerPoint. L'utilisation de ces trois programmes. Pour la formation, 83% ont aimé, bien sûr, de faire une formation. Je passe directement à la formation. Déroulement de la formation. Le début de l'échange a coïncidé. Pour la formation, c'est l'enseignante Lina de l'Université de Portland qui a fait cette formation pour nos étudiants d'anglais, de troisième année anglais de l'Université de Bechel-Ibrahimi. C'est à travers Zoom. Il concerne l'utilisation du programme VoiceThread. C'est un programme qu'on va utiliser pour faire des échanges avec l'autre université de Portland. Pour Rico, le début de l'échange a coïncidé avec la période du confinement. Pour cela, nous avons aimé commencer par le sujet de COVID-19. Nous avons, comme vous voyez sur la diapo, nous avons, c'est comme ça. Commencé par ce... Les étudiants américains commencent par parler sur ce sujet en anglais, puis ils traduisent en arabe. Les étudiants d'anglais, les étudiants algériens, commencent de parler en anglais, puis ils traduisent en arabe. Donc, j'aimerais bien passer directement... Oui, Dr. Kareem. Oui. T'appel que d'aquiqe ou 15 minutes en aiguille. Si vous permettez, c'est la vidéo de... Est-ce que vous m'écoutez sur le vidéo ? Est-ce que vous m'écoutez sur le vidéo ou non ? Oui. Oui, des étudiants. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous allons remerber sur le développement du pays de la rolls d'exprime. Merci, Dieu. Nous allons remerber sur le soutien de nous. Nous allons faire l'aide pour la protection des législations. Nous allons remerber sur les étudiants d'exprime. ترجمة نانسي قنعة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 للمرة الثانية الدكتور عنده مشكل أخلص واضح واضح تفضل لدكتور السلام عليكم بسم الله الحمد للرحيم رمضان كريم للجميع كما نسأل الله العافية من هذا الوباء وهذا البلاء كما بيودي نسأل توفيق للمجنة والمظنظمين لهذا المؤتمر ومشكورين على هذا الجود مباشرة المداخلات هنا كانت حول محددات تفعيل التعليم الإلكتروني في مؤسسات الجامعية الدراسة ارتكبت على المركز الجامعي موسطي عبدالله التفازة خلال السنوات 2018-2012-2020 تزايد الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد خاصة في ذل المجرايات والأزمات الدورية والحجائية التي مست المنظومة التعليمية والتي خلفت مجوة عميقة بين الواقع الإجتماعي والاقتصادي وما ترمي الأنظمة التعليمية الوصول إليه تميز هذا المشهد بفقدان الجودة العالية للتعليم وجمود المحاق التعليمي ضعف التحصيل العلمي أو على الأقل عجز المؤسسات الجامعية عن تحقيق أهداف المسطرة فلم تعود طرق الأجلات التعليم التقليدية قادرة على ضفع من كفاءة المنتوج المعرفي وأصبح استخدام التقانية الحديثة ضرورة ملحة في مجتمعات معلومة وهو ما تعبر عنه مجهودات المنظمات الدولية الرامية إلى خرص إذا تنسيح فرص التعلم بعيداً عن الحواجز التقاطية والحزود الجغرافية طبعاً شاهدت بيئة جزائرية كذلك استجابة لهذه التغيرات وعرفت مجروعة من المصلاح الإصلاحات على مستوى المنظمة التعليمية جرات القصور الذي ينتاب مخرجات مؤسفة الجمعية من جهة والبحث عن تاعلية التعليم ومواكبة الأحداث والتطورات العالمية من جهة أخرى فالسؤال الأساسي الذي حاولنا التكفل بحله في هذه الدراسة هو ما مدى مساهمة التعليم الإلكتروني لتحسين الإنتاج المعرفي بسبة عامة وما هي الأبعاد المحددة لتفعيله في الجامعة الجزائرية طبعاً دراستنا كانت اعتمدت على دراسة ميدانية للمركز التمعي مرسل عقل الله كيبازا حيث ركزنا على دراسة للأرضية التعلم عن بول وكذا إجراء مقابلات مع أستجد أحد في التوظيف الذين أجروا دورة تكوينية المرتبطة بالتعليم والتكوين عن بول أهدف دراسة البحث عن البحث إلى بعاد المحددة لتفعيل التعليم الإلكتروني في الجزائر في ظل الظروف التعليمية الراهنة التي تميزت بتقلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتسريعة كما لاحظنا مؤخراً حيراك 22 فبري الثمانسيسية أو الأوضاع الراهنة ومجرأيات الوباء كذلك تسعب دراسة إلى بناء إطار مرجعي كفيل بنجاح التعليم الإلكتروني إطار مرجعي بمعنى توفير البيئة المناسبة لنجاح التعليم الإلكتروني في الجامعات التزائيلية طبعاً التعليم الإلكتروني يعتبر إحد ركائز التعليم وأحد السبلرات ضامية إلى رقع من نوعية التعليم باستخدام أدوات تعليمية متقدمة وتحسين نتائج التعلم ويعتبر كذلك التعليم الإلكتروني في حد ذاته أداة لقياس ومراقبة تنفيذ العملية التعليمية ويلعبوه دورة الأساسية هي عادة هيكلة التعليم والاستجابة إلى حياجات المجتمع المغربية فنظر هذا الردار ينقص برية التعليم على الإلكتروني بغض النظر عن مقومات تعليم الإلكتروني وأهداف وهو أهم ناته نذهب مباشرة إلى نتائج دراسة الميدانية التي كانت على مستوى المرحز الجامعي مرشتي عبدالله بالنسبة للجانب القانوني تنظيمي هناك جوانب قانونية تنظيمية بما يخص التعليم الإلكتروني حيث قامت الجامعة قامت مزارة التعليم العالي والبحثي باستحداث مجموعة من التعليمات والتنظيمات الرامية إلى تعزيز التعليم الإلكتروني على غرار صدور المرسوم 0309 سنة 2009 أو صدور قرارين سنة 2009 و11 والذين يهدفان إلى تكوين الأسد بحديث التوظيف ونتابعة الدروس عبر أرضية التعلم إذن نلاحظ بأن هناك اهتمام كبير كان من قبل وزارة التعليم العالي وبوادر هذا الاهتمام كانت منذ صدور نظام العالمي وهي قادمة قبل الجائحة أو قبل الجائحة قبل الجائحة كانت من الجائحة لما تعرضنا إلى دراس الواقع القانوني والتنظيمي على مسأوى المركز الجامعي المركز عبدالله التفاظة لاحظنا أن هناك استجابة كانت هناك استجابة من المركز أو من جامعة التفاظة وكان هناك تعاطي مع هذه التعليمات حيث عمد المركز الجامعي خلال السنوات كما نراحظ من سنة سنة 2017-2018 سنة 2019-2020 إلى قاية سنة 2020 على إدراج هذا التكوين عن بعد المرتبط من التعليم الإلكتروني والبرنامج موجود في عربية التعلم عن بعد يعني هذا برنامج المرتبط بتكوين الأسجنة وكما لاحظنا بعد يعني هذا قبل الجائحة أي قبل COVID-19 كما لاحظنا محاولات التزام ولو جزئي لمجموعة من الأسجنة بوضع دروس على مستوى العربية يعني قبل أزمة يعني قبل تداعية الأزمة كانت هناك استجابة تنظيمية مقبولة من قبل المركز الجامعي مركز عبدالله السؤال الفرعي الذي فرحته فيما يخص الجانب القانوني والتنظيمي هو هل هل تم تعزيز جوانب القانونية والتنظيمية بعد أزمة بعد COVID-19 إجابة كانت بناعم نعم كان هناك تعزيز بعد هذا COVID-19 لكن هل هذا التعزيز مما ذا فعليت هذا التعزيز الآن بعد COVID-19 يعني بعد هذا الأزمة حاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز الجانب القانوني والتنظيمي بإستار مجموعة من المرسلات لمختلف الجامعات والتي تلزم بضرورة وضع الدعائم البدايوجية على الخط بالنسبة للأستيلة إذن قيمنا الوضعية المركز الجامعي قبل COVID-19 وبعد COVID-19 نتائج بعد COVID-19 رغم الدوافع الإيجابية التي تحققها الأزمة على المستوى الكل بإعادة النظر في التعليم عن بعد يعني الأزمة في حد ذاتها خلقت إعادة النظر في إعادة النظر في تعليم عن بعد إلا أن الأزمة ورسخت على المستوى الجزئي خصوصا ثقافة العمل بقدر ما يحقق غرض التعلم الإداري لا يلقى إلى فكرة التعلم عن بعد أوضح يعني بعد الأزمة أو بعد الجائحة ودرسنا وضعية التعلم عن بعد في المركز الجميعي توصلنا إلى أنها أصبحت مجرد ترسيخ لثقافة الالتزام الإداري ولا يرقى إلى فكرة التعلم عن بعد يعني بعد الأزمة رغم أن اعتباره بحل رغم أن اعتباره إيجابية على المستوى الكل إلا أنها أخذها بمثابة حل ترقيعي في ظل الأزمة خلق ثقافة سلبية لدى بعض الأساتذاء والدليل عندنا واضح من خلال الأرضية أصبح هناك تلاشي كبير على مستوى الأرضية أصبح هناك يعني أصبح هناك خلق خلق من ثقافة لدى الطلبة يعني أصبح هناك انتشار غير مضبوط للدروس توزيع غير طبيعي يعني بعد الأزمة خلقت أزمة كذلك نلاحظ حتى على مستوى الهدف نحن الهدف الأساسي من إدراج 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 درس عبر الأرضية وأن يكون درس يعني بكامل معطياته يحتوي على مكونة النظام اللي هي الدخول والدخول 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 لاحظنا أن أغلب بل كل الدراسات التي موجودة أو كل الدروس الموجودة على مستوى أرضية التعلم عن بعض هي عبارة عن ملفات أو حتى فيديوهات موضوعة يعني أرضية التعلم على بعض الحالياً تمثله مجرد نقل وتبادل للوثائق بين الطلبة والأساتذة ولا ترقى إلى مستوى التعليم الإلكتروني إذن هذا هو المشكل إذن الأساس أنه التعليم الإلكتروني يعبر عن نشاط تفاعله بين الأستاذ الطالب يعني يعبر عن نشاط تفاعلي بين الأستاذ الطالب وليس هو تبادل للوثائق أو للفيديوهات هذا هو المشكل المخلوق حالياً يعني الضغوطات التي فرصت الوزارة مع أزمة الكوفيد خلقت مشكل أو عبر عنها الأساسية بالتبادل والوثائق ولا ترقى إلى تعليم إلكتروني مؤسس له ومبني بطرق سلمة حتى تنولنا كذلك البعد البيئي والثقافي أكيد أنه لازم تتوفر البيئة الأساسية لنجاح التعليم عن بعد وتفوير مختلف التقنيات للاتصال التي أصبحت تفرض نفسها على قطع التعليم كذلك الروح نقطة مهمة استنتج أو نتيجة توصلنا إليها من المقابلات مع الأسجدة حديثية التكوين كل الأسجدة حديثية التكوين أو معظمهم يرون أن التكوين بمجرد عبء وتقييم يعني نظرة نظرة أسجدة الآن للتكوين مجرد عبء وتقييم ما أحدمش تقرفها بأن التكوين هو عبارة عن ممارسة تؤدي إلى تحسين تعليم وكذا يرجع هذا إلى ظروف عديدة لعلي أذكر من الظروف التي وجهها أنه فترة التكوين فترة التكوين غير مناسبة جداً أستاذ عندما يكون حديث بالتوظيف يكون ربما في بيئة جديدة في جمعات جديدة ما زال حتى ما يتقضاش أجر ونفرض عليه التكوين يعني هنا أصبح حياة أن هذا التكوين مجرد عبء وقيف لما لا ننظر في إعادة النظرة أقل شيء في فترة التكوين وتحجيلها عندما بعد ترصيل تستاذ سيكون هنا ثقافة التمتثال وثقافة التعاون مع التقوين أو الثقافة الرقمية ثقافة جيدة نذهب مباترة إلى النتائج نتائج أن الاستجابة التنظيمية لا تعبر عن تفعيل التعليم يعني الاستجابة الأسادة أو تستجابة الأسادة لوضع دروس للأرضية لا تعني بالضرورة أنه موجود تعليم إلكتروني وفعال كما قلت لأنه لاحظنا أن التعليم الإلكتروني لا بد أن يتوفر فيه بيئة تفاعلية للتعليم لاستخدام الإتفال الحديثة التي تعمل على تحويل المحتوى المنبرمج إلى أنشطة إلكترونية تفاعلية بين الطالب إذا لم تكن تفاعل ما بين الطالب والأستاذ لم تكن عمل جماعي إذا بقت عملية مخيدة في تبادل وطالح وفيديوهات فلن ترى ما يعرف به التعليم السينتروني كما نلاحظ تلاشنية وزارة التعليم العالي والبحث في حقيقة التعليم العالي فتبني مجموعة من الإجراءات الشكلية والتنظيمية لم يرقب إلى جوهر العملية مثلا أنا لازم نفهم لازم على نية تكون نية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليس فقط من أجل وجود أزمة أو تظاهر أو إلزام أسد بوضع مجموعة من الدروس ولو بجانب شكلي هذا خطأ لازم تكون فيها أن نبني بعلم أردنا للتعلم عن البعد ألاحظ أن النتائج التي توصلت فيها تخارف كثيرا زملائي الأساسدة الذين سابقوني خاصة الذين أجروا دراسات عبر التستبيان بأن هناك تعليم إلكتروني وبأن هناك استجابة لا الأستاذ الكريم وقتك انتهى منذ دقيقة ثقافة السيدة داد الأسدة أن التعليم الإلكتروني هو استغلال أمثل للتعليم إلكتروني وهذا خطأ كذلك أما من أنترنج نقتل استغلها بدون إذا كان إذن النظرة أو الاستجوابات استبيان تخارف كثيرا للتعليم المتواصل إليها هنا نتائج التي عميدني عليها استاذ الكريم إذن نعتذر لقطع الاتصال مع الدكتور لأنه تجاوز وقته بأكثر من دقيقة على كل نشكره على مداخلاته القيمة ونحن نثمن كثيرا الدراسات الميدانية لأنها تلامس الواقع إذن الدكتور شاوش تحدث عن تفعيل التعليم الإلكتروني وعن محددات تفعيل التعليم الإلكتروني وقد أجرى دراسة ميدانية في جامعة تيب بازا هذه الدراسة امتدت على مدى ثلاث سنوات كما يقول الدكتور من 2018 إلى 2020 إذن أهم ناتجتي توصل إليه مع الدكتور المحترم هو أنه أن الطريقة التي لجأت إليها الوزارة ضاعفت الأزمة إذن حولت الأزمة إلى خلق أزمة أخرى وأن ما يتم بين الأساتذة والطلبة على منصة التعليم الإلكتروني هو مجرد تبادل لملفات يمكن أن يتم في أي منصة أخرى ولا يرقى أبداً إلى مستوى التعليم الإلكتروني وما أعجبني جداً هو النتيجة المتعلقة بالأساتذة المكونين حديثاً حيث وصل إلى نتيجة أن هذا التكوين لم يكن إلا عبئاً على هؤلاء الأساتذة مشكور مرة أخرى على مداخلته مضطرة إلى العودة إلى قائمة المشاركين حتى أنادي لآخر مرة الدكتور بالقاسب بالقاضي والدكتورة خديجة هاجر دويدي إذا كانوا موجودين الدكتور خميسي أعتذرت قاتلك أعتذرت للمساء أو غدا إن شاء الله أوكي لا مشكلة على كل من ممكن الأستاذة نادية إذا كان الأستاذة نادية تود نتفقنا نتكون في الجلسة الصباحية صحيح لأنه إحنا نزلنا في المعايير الجلسة الصباحية بقية منها 10 دقائق بالتحديد يعني إذا فضلت الدكتورة تدخل الآن دكتورة نادية فضلي السلام عليكم وعليكم السلام الزر الأخضر في الأسفل دكتورة السلام عليكم أول شيء نشكر جامعة البرج على المبادرة هذه الأكثر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في الشيئ يستمرنا على نكتب العربة كيف يمكننا التعامل مع هذا الشيئ كن بوضع في الإصدع اعلم أن النطافي بأنه هو دعني أحده سيحتاجه فقط يجب عليها ومع نعرف ما يختبر ونحن نجد قبل وما يستمر في المتحدث على ذلك حقامت Alors les principaux points au cours de l'expérience que j'ai pu acquérir après ma formation sur l'e-learning en 2013, j'ai commencé le travail en 2014, ce qu'on a pu détecter c'est la réalisation des travaux pratiques avec un effectif élevé. On peut avoir même 30 étudiants dans une seule séance de TP, ça c'est énorme dans des travaux de sciences agronomiques. La deuxième c'est que quand les étudiants veulent remettre leur compte rendu de TP ou de TT, parfois on le dit clairement, nous on est des enseignants et on sait bien, c'est la remise en les glissant sous la porte d'un bureau d'un enseignant ou en le remettant directement quand l'enseignant passe dans un couloir ou chez un secrétaire, alors on a changé cette méthode. La troisième c'est que parfois dans le système LMD il y a les étudiants en dette, alors ils sont obligés de suivre les TP et les TD en parallèle avec les cours et les TP et les TD de leur année en cours et ça crée quoi ? ça crée un chevauchement. D'un point de vue administratif c'est lourd qu'on tâche à réaliser et d'un point de vue pour l'enseignant, ils n'arrivent pas à mettre le point et comment pouvoir gérer entre les étudiants de l'année en cours et les étudiants en dette. Et le troisième point, ça c'est important pour nous dans l'essence agronomique, si on ne fait pas un travail de terrain, c'est incomplet comme formation. Donc parfois il nous arrive d'annuler des sorties pédagogiques suite à des intempéries et parfois suite à des moyens logistiques. Alors pour cela, on a pu développer une démarche technopédagogique en s'appuyant sur l'e-learning. Comment on a réalisé ça ? Le premier matériel c'est quoi ? C'est juste d'avoir la plateforme Moodle, elle est acquise à toutes les universités algériennes. Alors au niveau de notre université, ce que vous avez en face de vous c'est le site du campus numérique de l'université Bacna 1. Ce qui est en rouge, c'est l'agronomie, donc où sont hébergés les cours que j'enseigne aux étudiants en ligne. Quels sont les cours que j'enseigne aux étudiants ? À l'heure actuelle, j'ai mis qui sont actifs. Il y a cinq cours qui sont actifs pour ce semestre. Et ce que vous avez en souligné ou marqué, ce sont les cours que j'ai mis à chaque fois qu'on me donne un cours au niveau de l'administration. J'essaie directement de le mettre en ligne afin d'attirer plus les étudiants à travailler avec toute cette technologie. Ce que vous avez à gauche, c'est essayer de sensibiliser les étudiants, de rester chez eux et de leur souhaiter aussi un bon Ramadan Kari, et en même temps essayer de les motiver et avoir plus d'attraction avec eux et être attractif. Parce que c'est ça qui attire l'étudiant pour travailler en cette période de confinement. Un des points qu'on a pu utiliser aussi comme outil, c'est l'outil de Zoom et le Google en route. On a un bon responsable au niveau de notre centre de réseau informatique de l'Université Batna, qui nous guide à chaque fois à l'utilisation des nouveaux étudiants de communication. Par exemple, le Google Meet et le Hangout Google, vu une forte pression sur l'aspect de l'utilisation de l'Internet par tout le monde, alors il nous a limité à utiliser ce qui existe au sein de notre université Batna 1. Et ce que vous avez en face de vous, c'est comment je travaille, c'est le travail avec les étudiants. Par exemple, ici, on utilise le Zoom et on utilise l'Angoutes. L'Angoutes, on a invité les étudiants à s'intégrer avec l'Angoutes pour leur faciliter, parce qu'ils utilisent les mobiles, ils n'utilisent pas les PC. Et je leur ai demandé de faire quoi ? De s'arranger entre eux et de créer des groupes afin de réaliser un examen. Effectivement, dans notre cas, on a pu réussir avec l'Internet à travailler avec les étudiants, à leur donner le cours en Lili en cette période de confinement. Et maintenant, on est arrivé à passer l'examen. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de l'administration, mais avec les étudiants, on s'est dit, il est temps maintenant de finaliser le cours. On a donné, enfin, c'était hier qu'on a tranché sur la date de réalisation de l'examen final. C'est l'examen oral. Ils vont avoir un examen écrit, c'est un simple test qu'on fait, c'est le post-test sous Moodle. Et l'examen oral, ça va être le 5 mai 2020, Inch'Allah. Donc, pour cela, on a essayé d'utiliser Longwoods et en même temps Zoom. Alors, pour Zoom, les contacts, par exemple, le travail est réalisé avec les licences 3, on a 39 sur 40. Les Master 1, on a 13 sur 16 étudiants. Ça, ce sont les étudiants actifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, au jour J. Et les étudiants de licence 1, S&V, qui sont en nombre de 304, mais ceux qui sont inscrits sur Moodle, il n'y a uniquement que 222. Alors, 222, on ne travaille pas avec Zoom, on travaille avec Longwoods. Alors, le premier résultat qui a été obtenu, c'est l'élaboration de vidéos. Alors, je remercie un des communicants qui m'a vraiment éclairé sur la réalisation des vidéos pédagogiques. Cette première vidéo pédagogique, enfin, c'est que des captures d'images qu'ils ont essayé parce que ça va prendre du temps et on sait qu'on est limité par 12 minutes seulement pour cette communication. La première vidéo, ça concerne des conseils. Alors, pour donner des conseils, sensibiliser les étudiants, de notre part, ce n'est pas du côté des enseignants, c'est plutôt du côté des étudiants. Essayez les étudiants de L2, de L3, de Master 1 et de Master 2, de créer eux-mêmes des petites vidéos de une minute, deux minutes, et essayez de leur donner des conseils. On leur a demandé d'utiliser toute langue, le français, l'arabe, l'anglais, pourvu qu'ils arrivent à bien transmettre l'information mieux que l'enseignant parce qu'elle est mieux abordée entre étudiants-étudiants que l'étudiant-enseignant. Dans le cas, par exemple, comment réviser, comment prendre note, comment avoir contact avec l'enseignant. Par exemple, comme une étudiante qui a mentionné qu'il faut apprendre les termes scientifiques et surtout pas, surtout pas, ne pas déposer le travail des enseignants pour respect sur Facebook. Une étudiante, elle préfère assister aux cours. Et pour les étudiants L1, ils ont appris cette politique, je ne sais pas d'où ils ont appris ça. C'est de ne pas assister aux cours, c'est seulement le TP et les TD, alors que c'est faux. S'il y a de la possibilité d'assister à tous les cours, ils assistent à tous les cours. Ça, ce n'était pas nos conseils comme enseignants, mais c'était les conseils des étudiants. Et cette vidéo, elle existe et elle est déjà à la disponibilité des étudiants L1. Deuxième vidéo, c'est ça la plus importante, c'est des vidéos pédagogiques. Ça a été créé au sein de nos laboratoires. C'est par exemple le cours de physiologie végétale qui a été réalisé en S1, au premier semestre. Et dans ce premier semestre, ça a permis aux étudiants de suivre l'ETP, c'est-à-dire on a réalisé l'ETP, on a obtenu des résultats, on a réalisé toute une vidéo qui explique le protocole jusqu'à la méthode comment interpréter et comment rédiger un compte-rendu. On l'a déposé au niveau de la plateforme Moodle. Et là, l'étudiant a la possibilité de visionner cette vidéo plusieurs fois. Alors, une fois qu'il arrive à la salle d'ETP en présentiel, il lui sera facile de travailler avec une grande autonomie sans avoir à tout le temps à poser question à l'assistant, l'ingénieur de labo ou à l'enseignant lui-même. Ça, ça nous a permis d'avoir vraiment un grand gain de temps et de plus, il y a une sorte de responsabilité de la part de l'étudiant. Ça, c'est plus qu'important qu'on a pu décider que l'ensemble des matières, il y a des TP et des TD, essayer de réaliser des vidéos pédagogiques. Et à la fin de cette présentation, vous serez informés des limites qu'on a au niveau de la création de ces vidéos. Alors, concernant les résultats, c'est la remise de zéro papier. On est très content, pourquoi ? Parce que le zéro papier, c'est depuis deux ans qu'on réalise ce travail. Ça consiste en quoi ? C'est que les étudiants sont obligés de remettre leur travail, pas à la fin du TP, mais ils ont un délai. Et ce qui est bien, c'est qu'ils respectent le délai. Il y a une certaine responsabilité qui est formée chez l'étudiant maintenant. Il assume sa responsabilité. Il sait qu'il y a une date où il doit remettre le compte rendu de son TP. Et le meilleur élément, c'est qu'il le remet sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de perte de documents. Et il n'y a pas de recherche d'un enseignant. Où se trouve l'enseignant ? Où je le remets à la secrétaire ? Où je le dépense ? Il a un délai, il le dépense au niveau de la plateforme. Il est corrigé et il sait déjà sa note acquise au bout de deux ou trois jours selon le travail de l'enseignant ou sa charge. Deuxième résultat, ça c'est un travail tout récent. On est en train de le réaliser. C'est une activité avec les étudiants Mastel 1. Donc, il y a toujours cette interactivité avec les étudiants. Depuis le mois de mars, on a essayé de les mobiliser à chaque fois. à chaque fois, on essaye d'aller tout doucement avec eux parce qu'on sait qu'il y a un problème énorme de connexion. Et ils travaillent avec des mobiles et non pas avec des PC. Ça, c'est deux difficultés qu'il faut quand même respecter chez l'étudiant. Alors, cette activité d'atelier, ça permet à l'étudiant d'évaluer son collègue. Donc, l'enseignant évalue de sa part et l'étudiant évalue de sa part. Alors, je les ai inscrits dans ce cours et chacun a, de manière aléatoire, a évalué le travail de son collègue. Donc, là, c'est le résultat. Je suis en train d'attendre parce que j'ai laissé le temps de pouvoir bien évaluer le travail de chacun. Donc, ça a commencé le 15 avril. Ils font d'autres travaux, mais en parallèle, il y a cet atelier. On est en train de le réaliser ensemble. Comme autre résultat, c'est que chez l'enseignant, il a acquis énormément de temps. Vraiment, avec l'e-learning, il y a un gain de temps. Le deuxième, c'est que les étudiants sont vraiment très proches de l'enseignant. Et en cette période de confinement, il y a un résultat positif. Enfin, pour les étudiants qui veulent vraiment travailler. Non pour ceux qui disent qu'on n'a pas de connexion, qu'on n'arrive pas. Mais à partir de ces étudiants, il y a 39 étudiants. Et de L3, il y a 13 étudiants du Master 1. Et je ne dirais pas les 222 du L1, mais je dirais une vingtaine. Je n'irai pas à une cinquantaine, mais ça bouge. Il y a de l'animation chez les étudiants et ils veulent travailler. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de connexion. 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 Merci à l'aura, M.K. Merci à l'aura, M.K. Merci à M.B. pour qu'on n'a pas de connexion. Et de l'animation avec ces étudiants. Surtout, quel date depuis 2014. M.B. 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 وإنما يجب الاستعانة بوسائل مساعدة أخرى خارج المنصة الرسمية مثل Hangouts وGoogle Meet وZoom إذن أعتقد أنه بمداخلة الدكتورة بول الواح انتهت مداخلة الجلسة الصباحية إذا سمحنا للدكتور خميسي ننتقل مباشرة إلى المناقشة نعم المناقشة